هواية جمع المقتنيات الأثرية تحول منزل العنز إلى متحف للتراث يعد جمع واقتناء الأشياء التراثية القديمة والنادرة هواية كرسها الأطفال والكبر على حد سواء وهي من أكثر الهوايات انتشاراً وتنوعاً حيث تؤدي إلى إشباع جانب مهم من رغباتهم الشخصية في اقتناء الأشياء والتعمق في أسرارها مما يساهم في بناء الشخصية وسقل المواهم والقدرات فضلاً عن تعزيز طاقة الإبداعية أرافق زملاي كانوا هاوين تراث لحراج التراث بعدين صرت هواية الحاجة هذه كنت أشري وبيع بالتراث ومع الممارسة صرت أشري ولا بيع ماجد العنزي حول شغفه في اقتناء الأشياء التراثية القديمة إلى شغف داخل بيته في محافظة الرس حيث كرس وقته وجهده منذ 12 عاماً تمرس من خلالها على البحث في الأسواق على الأشياء النادرة ونجح في جميع أكبر من القطع القديمة والمتنوعة حيث أصبح يمتلك الآن حصيرة كبيرة من هذه النوادر التراثية والمقتنيات بلغت أكثر من 800 قطع يحول منزله إلى متحف خاص بها على نفقته الخاصة يرتده الكثير من الأقارب والأصدقاء والمهتمين بأمور التراث والحمد لله جماعة ما يقارب 800 قطع تراثية منوعة من أقسام القسم الزراعي وقسم الوقالة القديمة وقسم الرادو والدوات الكهربية حوايته لم تقف عند جمع أشياء معين تختص بجانب واحد فقط تحرص على اكتناء العديد من القطع التراثية المتنوعة داخل المتحف موضحاً أن المتحف يضم وجوعة صور لأهم الشخصيات القديمة والأواني النحاسية والفضية والأجهزة الكهربائية المتنوعة والنادرة ترجمة نانسي قنقر